بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم طلاب الصفة الثالث الثانوي خلاص قربنا على نهاية الرحلة يا رب يا رب ان شاء الله كده انحقق أمالينا ونخش كليات اللي احنا عايزينها ان شاء الله بإذن الله تعالى معكم مستر مستر وشرف وان شاء الله بتخاييل الفيديو دا وفيديوهات الجاية هنركز على حل الامتحانات طب ليه احنا نركز على حل الامتحانات لازم افهم عقلية الممتحن اللي هو بيحطين الورقة الامتحانية افهم بركز على ايه ايه التركات بتاعته بالاضافة اللي ان انا ان انا لازم افهم او اعرف شكل الورقة الامتحانية فيها كم سؤال فيها كم نقطة اوكي الحاجات دي كلها مهمة جدا عشان ادخل الامتحان وانا باذن الله تعالى ضمن الفول مارك اللي هي الدرجة ايه انها ايه طب نبدأ كده مع بعض بامتحان اللي هو ايه اه عشرين سالفات الدور الثاني الجملة معناها ان هي كلمة معناها اللي هو فحص الاشياء بدقة شوائع الشيء ده ممكن يكون جريمة ممكن يكون حدث ممكن يكون موقف عشان تكتشف الحقيقة عنه يبقى معناه ان هو ايه هه يبقى investigate يعني كلمة investigate يحقق while being abroad i joined virtual meeting with my colleagues in kair the antonym of the word virtual is actual normal visual special يعني بقول وانا برة عملت ايها مقابلة افتراضية يعني عن طريق استخدام الانترنت مع اصحابي في القهرة هو عايز the antonym عايز عكس كلمة virtual وانا virtual معناه ايه افتراض يبقى actual normal visual special طبعا تبقى ايه actual يعني ايه حقيق ودي عكس كلمة virtual اللي هو معناه افتراض he is one of the footballers who reinvented them solvers to be tv presenters the synonym of the underlined word reinvented هو عايز the synonym يعني ايه كلمة synonym عايز معنى كلمة reinvented نفس المعنى نحن خلنا كلمة antonym يعني ايه عكس كلمة المضاد بتاعها كلمة synonym اللي هو الايه المعنى بتاعها replayed charged reclaimed changed طيب نجيبها من خلال الجملة كلمة reinvented اصلا بعيد عن الجملة وعنها يعيد اكتشاف نفسه اوكي يعني بيعمل حاجة اسمها career shift يعني بيغير المهنة بتاحته اه هو كان ايه هو كان footballer وبعد كده بقى ايه موزيع tv presenter يعني مقدم برامج تلفزيوني يبقى راجل ده عمل ايه عمل ايه عمل changeded يعني ايه كلمة changeded غير الكارير بتاحته يبقى reinvented هنا معناه انه هو غير ايه الكارير بتاحته او يعيد اكتشاف نفسه في وظيفة اخرى he gets up very annoyed if he has to wait for anything he is very هو دائما انوهيد يعني بص تلاقي بيزها بسرعة له هو منتظر شيئيب هو بيكون sociable impatient interpersonal legal طبعا تبقى impatient يعني كلمة impatient غير صبور عكسها patient يعني ايه صبور it is the noot for the bride to wear a white dress in her marriage طيب يعني هو عرف او تقليد ان العروس بتلبس فستان قوية ديوم الحافلة ال氫 كلمة ع ايه كلمة زع لدي كلمة زعال� يح stresses الى التلاهة واذا تقليدي في علم ايه تقليد quite awesome لدي كلمة ايه حパقد كلمة custom لانيها تعتبر پاس ايه كيزيب جزيبieron عن مملابه الناون يعني اذا اتفصل معي كلمة ايه about I do this one they are to win the competition they are determined to come first يعني الفرقة بتاعتنا مصممة انها تكسب الايه المسابقة هما عايزين بهم ايه determine دي مهم جدا انها يحدد للمعنى مصرين انهم يبقوا الاول being no attention, exerting no effort, doing nothing, taking on a challenge طبعا taking on a challenge يعني عندهم ايه بسرار على التحدي ودي بتسوي كلمة ايه determine the scientist tries to a conclusion for his research miss play reach help يعني العالم يحاول انه يصل الى استنتاج او نتيجة للبحث بتاعه طبعا اخذنا reach يبقى reach a conclusion واخذناها في المتلازمات اللغوية reach a conclusion the harder you practice that you become طبعا عبارة عن comparative يعني سيرة مقارنة fitter fittest least fit fit يبقى a the fitter يبقى ايه the fitter يبقى the harder the more او the harder يبقى جملة التانية the more او the less او ثم فيها e a e r the bigger the fitter يعني معناه ان انت كلما تدربت بشكل جيد او بجد كلما بقيت انت ايه اكثر ايه ليقى بدنيا the employee the office until he has taken a permission يعني عايز اقول ان الموظف ممشاش الى بعد ما خادث didn't leave won't leave hadn't left isn't left until until لو جاء اراها present perfect يعني مضارع تام او present symbol او مضارع بسيط يجي قبلها a future future يعني ايه مستابل انما لو جاء اراها past perfect ماضي تام يجي قبلها a past symbol ماضي ايه بسيط نخلي بنا عشان مش اي حد يشوف until يقول لي قبلها ماضي بسيط لا ماضي بسيط لو بعدها ماضي تام انما لو بعدها مضارع بسيط او مضارع تام اجي قبلها ايه مستابل طبعا باخدنا ايه won't leave won't leave samir ask itself why angry is she was she she is she was تمام انا عندي هنا ايه ايه عدد الاستفان بس جاء بلها ايه samir ask itself ايه جاء بلها ايه جملة ثانية فاصلت ايه الكلام يعني حاولنا الكلام من direct مباشر لغير ايه مباشر طيب حقا يكون ايه عدد الاستفان مستخدمة عندي deport trick هنا نتحدث ki لاث przykład ايه الان كامل ايه ح stunning ايه اjeong ابدأ يعني عايز اقول الحشرات اللي يتهاجم المحاصيل بتاعتنا هتتقاتل عن طريق المبيدات القاتلة اتاكينج اتاكد اتاك اتاكس هاخد هنا اتاكينج طب نخلي معنا بقى من التعبير عشان لو جلنا اه في اي جملة يبقى اه انسيكتز ده الفاعل بتاع جملة انا عايز اوصفه ان هو ان الفاعل ده بيهاجم المحاصيل دائما الصفة اللي بتبتهي اه باي ان جي بتكون هي مصدر الاي مصدر الفاعل انما الاي دي اللي هو وقع عليه الفاعل انا ممكن اقول هنا برضو ها بلاينج فوتبول اوكي يبقى الفاعل واجيب بعدها صفة يعني فاعل مضافة الاي ان جي اصبح في شكل اي ها صفة واجيب المفعول المفعول الاي اللي هو جاي وراء الحشرات اللي بتهاجم او المهاجمة اللي اي للمحاصيل بتاعي خلي بنا من الصيغة دي يبقى فاعل اوكي ولو جارة مفعول احط قبلها على طول صفة اوكي اه تعود على مين على اه الفاعل بتاع الجملة او انا لو حبت اجيب صفة عن طريق استخدام نضع الاسف احط الاسف او او ابانج و انا قل så بالطول صفة يعني بعد مشكله بتاعه المفعول الاي شار بانه سعيد هات صوفت. هات بان صوفت. هات تصوف. هات بان صوفت. طبعا هات بان صوفت. لأن الجملة لدي هنا Passive Form لا يوجد أفتر أفتر بي وراءها ماضي تام ما هي Passive Form بتاع المبدي المجول بتاعه أو الهات وبعد كده البيل وعدها الفاعل في التصريب الثالث لماذا هنا مثلا أنت أجبت Pass Perfect Passive Form يعني لماذا أجبت ماضي تام مبدي المجول وهو كان هناك ماضي تام ثانية لأن الجملة بدأ هنا بالأبشكت 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 بالمفعول والمشكلة هتحل نفسها أو أريد أحد يحلها؟ سيكون جملة بين المبدي المجول وليست المبدي المعنوم يعني هم راحوا إلى المستشفى لكي يزوروا زملهم نقف قليلا عند الجملة أي مكان يمكن أن يقابله Definite or Indifferent Art يعني ممكن أن يقابله A أو A أو A أو Z وممكن أن يجيش الفر والله أنا لا أستخدم قبل المكان A أو A أو Z إذا أريح مكان أشغل فيه يعني أريح الأرض الرئيسي أن أريح الشغل يعني مثلا تيتشر فأريح المدرسة فأقول I go to a school طب لو أنا أريح أشوف ابني أقول I go to the school يبقى لو أنا راجل شغل في المكان المكان يجيب إيه قبل ما لا يستخدم قبلها Definite or Indifferent Art لا أستخدم قبلها لتنكير ولا A ولا تعريف لا A ولا N ولا A ولا Z طيب لو أنا رايح بقى بصفة آخر صفتي مثلا وليه أمر رايح أزور المريض في المكان ده قال لك إبدأ استخدم قبلها A أو A أو Z حسب الجملة يبقى طبعا هاخدنا A the hospital يبقى the hospital لأنه مرايحين كA كزوار وليس كA عاملين طب لو هما شغلين في المستشفى يبقى go to hospital على طول بدون أي A يبقى they went to the hospital because they were doctors أو because they are doctors يبقى هما they went to hospital بدون ما استخدم A بدون ما استخدم لا A ولا A Which of the following sentences is correctly punctuated خلي بدنا بننا بنقول لأن الكملة شكلها مختشابه قوي بيقول لك هنا في جملة من دول طبعا هي صعيحة و الباقي غلط What's your favorite hobby Amir 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 طيب نبدأ كده نشوف What's your favorite hobby Amir طبعا الجملة فيها غلطة إيه هي لازم أكون أكلم مع حد لازم أجي قبل إيه اسمه وعمل كوم عشان تقول أنه بيكلم أمير لازم يبقى فيه قبل أمير كوم يبقى الجملة غلط What's your favorite hobby Amir طيب جملة تمام هنا في هنا مسترية كومة وزي الفول بس في غلطة جاب هنا إيه small letter لازم تكون A capital letter What's your favorite hobby Amir القملة دي مزبوطة طبعا فيش في أي مشاكل اطلاقا What's your favorite hobby W capital وجاب قبل أمير عامل كومة لأنه هو بيكلمه وبيكلمش عنه آخر واحد طبعا غلط عشان ما فيش Apple S A apostrophe خلي بقنا من الحاجات دي بعد كده عندي سؤال الثاني عبارة عن comprehension text لي قطعة الفهم وحنا عملين فيديو خاص How to deal with comprehension text ازاي نتعامل مع قطعة الفهم عشان نحصل على درجة ناية فيه إن شاء الله قلنا أول حاجة لازم أعمل Quick reading أوكي يعني أقرأ القطعة بسرعة جدا حتى لو قبلتني كلمات صعبة مش مشكلة حاول jump بسرعة كلمات بس حاول كده خود An idea يعني حاول خود فكرة كده عن القطعة هي بتتكلم عن وبعد ما أقرأ أوكي القطعة أبدأ أقرأ الأسئلة بسرعة كده واشوف الأسئلة بتتكلم عن تاني حاجة بتبدأ تعمل حاجة اسما بسرعة يعني بتقرأ القطعة بسرعة بتروي شوية عشان هتبدأ تعمل لكل في القطعة هيتلاين هيتلاين يعني فكرة رئيسية كده عشان تبدأ تعمل تستخدم خاصية التفكير النقضي لأن الأسئلة اللي جاء قطعة كلها هي مش موجودة بالنص في القطعة بس هي موجودة خلال فهم للمعاني هيجب لك كلمات تغير الموجودة في القطعة في الحل يعني هي في الحل يجب لك كلمات هتديك نفس المعنى اللي في القطعة بس لازم تكون فاهم الكلمات كويس وفاهم المعاني وفاهم هو عايز يقول لك من القطعة فلازم تحليل القطعة يكون تحليل نقضي فهم كده خلاص تمام هبدأ أنا أخرى دلوقتي معك القطعة بس هبدأ بالإي مرحلة التانية اننا بعد ما أردت كويك ريد هبدأ أراء كده سكان يعني هي بتروي شوية وعمل لكل فكرة كده أو هيدلين عنوان يعني بيقول فيوم الأيام قبل أنا بدري عشان أروح المدرسة فكيرا طبعا كنت بقرأ قصة مثيرة عن البحر لأي مدرسة وقلت يعني عدت أتأمل وقلت لماذا لن 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 لأي مدرسة وقلت أصحابي وقلت لن 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 كلمت صحابي وقررنا نحن نأخذ بوت نأجر مركب ون نبحر في محيط بعض الأصحاب وقلت بعض الآخرين رفض لأن الوذر التخصي واضح أنه سيئة الجزء اللي هو الفرست من القطع اللي جاء لو أنا حبيت أعملها كده هيدلين لأخذ دكت الخص كده أعملها عنوان هقول يعني يعني رحنا مثيرة إلى المحيط أوكي بعض فريند بعض هم أكسب و بعض هم قبل وبعض رفض طب الرافض الرافض لي جزء اللي هو أبل الدعوة أو أبل الفكرة كان متحمسين جدا جدا رفض طبعا عشان الجو was going to be بعد يعني احتمال ان هو يبقى سيء وقمنا الصبح بدري وكان جو طبعا برد أخذنا كل الحاجات اللي محتاجنا عشان الرحلة وابحرنا بدون أي مشاكل but suddenly everything turned كل شيء مقلب يعني الجو اللي كان حلو دو هادي كان very bad so bad بقى سيء جدا when the strong waves were near us or one of my companions advised us to go back to the beach وقل حتى احد الزملاء اللي معانا اللازم نرجع الشط بسرعة but it was too late كنا نتأخرنا خلاص مش عارفين نرجع بسبب ايه ال high waves الامواج العالية how could we react in such a serious situation يا ترى هنتصرف ازاي طيب انا عايز بقى headline اوكي headline يعني ايه برضو تماما الجو بقى وحاول ان نرجع ما عرفنا ايه نرجع i suggested sailing quietly till the waves calm down طبعا صاحبنا اللي بحق القصة قال نبحر بالراحة كده على مهل حد الجو مي ايه او الامواج تهدأ others suggested sailing quickly to get out of this sea وبعدهم قال لك لا احنا نحاول ايه البحار بتاني يكون بوتيرة اعلى واسرع من كده نخرج من الامنطق we tried hard to use the radio to call emergency كما عنا جاز ده سلكي عشان نكلم الطارق but there was no signal يعني ما كان شفي اشارة unfortunately to الحظ one of my companions fell into water and we couldn't save us واحد من صحبنا وعفل المية وعرفنا ايه نخرج او ننقذ او معنا اخر نحن ايه ننقذ i felt something worse would happen and sadness overvalment all of us ودعت اشعر ان السيء لسه يحصل وطبعا الحزن كان مالي الجميع طيب لو حبيت اعمل برضو هيدلين لقوز اقول ايه اقول طبعا everything turned upside down and one of their friends died because of the bad weather احد اصحاب مات بسبب التقسي السيء and the sea was very high وان طبعا البحر الويفز بتحته كان very high يعني الامواج بتحته كانت مرتفع جدا and they didn't know what to do to get out of this place مش عارفين يعملوا عشان يخرجوا من المكان them suddenly the sheep was hit by a huge shark فجأة القريب او السفيد اللي هما كانوا مؤجرين ها خبط shark يعني سمكة ارش كبيرة after long time of struggling وبعد صراع the shark moved away سمكة الارش ثبت ومشت little hope began to appear on horizon when we hear the sound of helicopter بدأنا نشعر يعني في نوع من الامل اول ما سمعنا صوت مروحية we waved a lot بدأنا نلوح للطائرة الهليكوبتر او المروحية but they couldn't see us بس محد شايفنا eventually ومع الوقت we found some sailors on a ship لقيم سفين وفي عليها مجموعة من البحار who succeeded in getting us out of that serious situation اللي هما نجحوا في إنقاذنا من هذا الموقف السيء طيب نعمل برضو كده اي تلخيص او نعمل headline لاخر paragraph اقول a shark hit their boat and at the end some sailors saved the boys يعني في النهاية بعض البحار saved the boys يعني انقذوا الاولاد to get out of this difficult situation and save their life وطبعا انقذتهم وانقذت their lives يعني اي حياة بتاعتهم وطلعتهم من هذا الموقف الصعب يبقى احنا زي اتفقنا قراءنا قطع عملنا headlines نبدأ نحل الأسئلة نشوف number one the suitable title for of the passages is wise عنوان للpassage اللي احنا اخذنا شوفت احنا قراءنا عملنا quick reading وعد كده عملنا scanning يعني reading تانية قراءة تانية بس كد بايها بتروو شوية واخذنا كل الparagraph وعملنا headline الحاجات كلها بتخليني اخش قطع وابدا اعمل critical thinking عشان ابدأ احد الاسئلة اللي بالشكل اللي دي يقول لك اعمل عنوان القطعة rescue helicopter disasters voyage weather forecast طبعا كل دول ينفعوا بس في واحد general يعني عام يشمل كل الحاجات دي ايه اللي يشمل الحاجات دي كلها disasters voyage يعني رحلة بحرية كارثية due to the high waves بسبب الامواج العالية اللي حصل the whale moved past the ship many souls were lost the helicopter came back again one person had drowned on the ocean طيب الاربع عنوين او الاربع حلول sorry موجود في القطعة طيب which one is the most accurate فين ادق واحد فيهم اهو طبعا one person had drowned in the ocean يعني احد اصحابهم غريء في المحيط طب يقولك mini souls were lost متنفعش طبعا لانه واحد بس الغريء يعني ما هو mini souls طبعا well moved both the ship the helicopter came back again ما لهمش علاقة بالايه ها بل هو due to the high waves الى مواجد العالية تسببت في موت احد اصحابهم the best sentence that can summarize the third paragraph is بيقول لي افضل جملة من دول ستعمل لي تلخيص لالبارغراف الثالث احنا قلنا في البرارغراف الثالث اهوت اللي هو i suggested i suggested till the waves calm down اللي هو قال لهم لازم نهدي شوية والبعض الاخرين قال لك لا لازم نسرر عشان نخرج من المكان ده حاولوا يستخدموا الراديو اللي هي اللي هي اللي 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 الطوارق ما حد اصحابهم واحد من اصحابهم ما ل اصحابهم انتظروا 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 بعد انتظروا اصحابهم 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 انتظروا اصحابهم اصحابهم بس ايهم موجود في البرارغراف نمبر في البرارغراف التاني وبيلخص البرارغراف اللي هو letter A انتظروا انتظروا باطن فإن الأولاد حاولوا انهم يخرجوا من المشكلة بس ما ايه ما عرفوش واحد قالك هد المركب شوية والتاني قالك لا أسرع المركب شوية ولد نفع ولد نفع وحد من أصحابهم كمن اي وقعوا اي ومات اصحابهم لهم رفضوا انهم يروحوا الرحلة نعم نعتيبها بأي وقعوا بأي وقعوا لوالي أنهم يضعون الخامس لهم لقعوا أصحابه نعم نعطيب الهتر بأي وقعوا لمحظوظين للمكين بسبب هما قم يعتقدون حياتهم للموت إنما الباقة لا يالثاء It's clear that the writer is من الواضح قوي أن الشخص اللي هو كتب القطعة دي أوكي أو اللي هو بيحكي الحكاية Cowardly person afraid of the sea Risky person interested in flying طبعا risky يعني إيه إنسان إيه غاوي إيها غاوي مغامرات يعني بيحب أو إنه هو يعمل إيها مغامرات If the weather was nice كل داخل لبالك critical thinking of questions يعني لا يوجد إجابة مباشرة في القطعة من خلال فهم أغلقات عزيحنا ما اتفقنا If the weather was nice All the boys would stay at home The helicopter wouldn't find the lost boys All the writers would accept his invitation The ship wouldn't reach the beach طبعا سيأخذ letter C If the weather was nice كان كل أصحابه كانوا قبل أن يذهبوا معه وكانوا يبدوا إيه إدعوة Compared to the story the writer had read يعني بالمقارنة للقصة اللي الكاتب بتاعنا أو الشخص اللي بيروي القصة دي قرأها His adventure was المغامرة بتحته كانت إيه Relieving, enjoyable, relaxing, terrible طبعا كانت ترابل قد فظيعا طبعا شفتوا الأمق اللي حصلت والشارك اللي هاجم السفينة بتاعتهم وأن one of his friend's died مات طبعا كانت الرحلة ترابل يعني سيئة للغاية The writer's message to the reader is الرسالة الرسالة اللي الكاتب عايز واصره القراءة بتواه Before taking a new decision Consider all its consequences Swimming is essential to enjoy Healthy life for all people Meditation helps to keep inner peace Cooperation leads to disasters طبعا هاخد الهيه Letter A Before taking a new decision Consider all its consequences يعني قبل ما تاخد اي قرار لازم تحاطي قدامك النتائج او العواقب بتاعته طبعا دي تعتبر The most general يعني دي تعتبر افضلهم اللي هي بتعبر عن ايه او بتدي رسالة اللي الكاتب عايز اديها لأي حد مقبل على ايه على اي عمل شو بعد كده القطعة الثانية There are more than 30 combination of coffee types in the world يعني في اكثر من 30 توليفة للقهوة Also most people drink coffee everyday But few who are interested in answering the following questions يعني رغم ان في ناس كتيرة اوي بتشرب ايه كل يوم بس نسبة قليلة اوي اللي ممكن تجاب على اسئلة زيدي او تهتم منها جاب باسئلة زيدي Is coffee good or bad for our health هل حد فينا من الناس اللي بتشرب دول سائل كده فيهم هل القهوة مضررة ولا مفيدة Every studies show that coffee is bad for our health الدراسات الاولانية خالص كبتقول ان القهوة مضررة علينا However recent studies بس بعد كده جد دراسات حديثة ها بروفيد strong evidence that it is good for our health in many ways اثبتت الدراسات دي ان القهوة بتكون مفيدة ايه لأكسامنا يبقى The first paragraph لما حبيت اعمل له headline اعمل له summarizing تلخيص هاقول ايه هاقول types of coffee وهاقول برضو ان في عندي two studies The first one said that coffee is bad for our health and the recent studies ويبقى في دراس اولا بتقول ان القهوة مش مفيدة لنا واخر دراس اولا recent studies said it's good for our health يبقى واحدة بتقول انها باد والتن تقول انها good يعني ايه كويسة In the past scientists linked drinking coffee was hard diseases زمان كانوا بربطوا تناول القهوة بأمراض القلب Some scientists mentioned that the problem in drinking coffee was in the average of caffeine that it contained المشكلة في القهوة مش في شرب القهوة نفسه لا في كمية الكافيين اللي بقودة في القهوة up to 400 ميليجرامز of caffeine a day three cups of coffee appear to be safe يعني انك تتناول لحد ربو مئت جرام بس مفيش مشاكل انما لو تعديت ربو مئت جرام كافيين في القهوة بتحتك ده ممكن يعمل ايه مشاكل في صحتك ولذلك ثلاث فنجيل بس كفية اوى عليك في اليوم ومفيش فيها مشاكل وتخلت صحتك ايه appear to be safe تبقى امنة for healthy people الناس اللي عايزة تحافظ على صحتها while other scientists proved that genes had a major influence on your tolerance to it ناس اني قال لك لا ده الموضوع موضوع ايه وراسة في ناس ممكن تتحمل اكتر من 400 ميليجرام من الكافيين وفي ناس اني لا تتحمل واذا هو موضوع ايه وراسي some can consume much more caffeine than the others without experience with negative effects زي احنا ما قلنا الناس ده ممكن تتحمل كمية كافيين اكتر بدون ما يكون لها اي اثار جانبية سيئة او سلبية طيب عايزين نعمل ايه برضو headline او نعمل تلخيص للايه ها لكوز ايه نتكلم على ان الكافيين is the substance هي المادة اللي ممكن can cause bad effect ممكن تسبب اثر سيء if there is excessive use of this substance يعني لو في استخدام مفرد لمدة الكافيين ده اللي ممكن يعمل ايه ممكن يعمل bad effects وانان في ناس some people can be tolerant to get more than four a hundred miligrams of caffeine يعني ممكن يتحمله الاقت اكتر من 400 ايها ميليجرام من الكافيين اذا الموضوع بيكون ايه خاص بالايها بالجينس الجينس اللي هو الجينات او احنا بتسمي dna اله العوامل اله الورثية although caffeine is usually safe for adults it isn't safe for children يعني المادة الكافيين بتكون امنة للبالغين ولكنها ليست امنة للأطفال adolescence and pregnant women adolescence and pregnant women adolescence للم المراهقين والمراهقات او السيدات الحوامل need to be cautioned لازم يتم تحذرهم about excessive use of caffeine الاستخدام المفرد للكافيين لازم تحذرهم كده however it is addictive and may result in many side effects لان استخدام كميات كبيرة من الكافيين ممكن يؤدي الى شكل ادمان ممكن ده طبعا يبقى له اثار جانبية سيئة when you increase drinking coffee such as headache insomnia nervousness irritability and fast heart beat اذا كل ده اثار جانبية سيئة للاستخدام المفرد لمادة الكافيين تشرب قهوة كثير مثل headache insomnia تسبب ارق nervousness irritability برضو معناها ارهاق قلق and fast heart beat وتسبب الى ان ضربات قلب سريعة it can also affect your sleep badly طبعا بتأثر على نومك بشكل سعيب طب لو حبيت اعمل كده headline او اعمل تلخيص للكوزئ ده اتكلم على ايه the bad side effects of excessive use of caffeine يعني الاثار الجانبية السيئة للاستخدام المفرد لمادة الكافيين شوف اخر بارغراف عندي coffee is well known as an instant energy poster ان الاثار معروفة بان هي مصدر قوي او داعم للطاقة بشكل فوري instant معناها فوري it helps people fight druseness يعني هي بتساعد الناس ان هما يتغلبوا على druseness druseness هو الخمول people who like drinking coffee will be delighted to know that it has many benefits ناس اللي بتشرب القهوة تعرف يعني هاي بوابسطين جدا هم يعرفوا ان في فواية كتير لاستخدام القهوة some modern studies show that coffee drinkers often live longer اولا او الحي ولكن الناس اللي بتشرب اهو بيعيشوا حي اطول they are less likely to get type 2 diabetes as it balances blood sugar وبيبقوا اقل عرض الاصابة بالنوع التالي من مرض السكر لانها بتعمل توازن للسكر في الدم they also have liver enzyme levels within a healthy range انها بتحافظ على انزمات الكبد في شكل صحي او في معدل صحي and stronger dna وبتبقى عملا صفات ورصية قوية they are less possible to get colon cancer and azheimer وبتبقى طبعا نسبة اه تعرضهم لسرطان القولون او الزهايمر بتكون ايه بتكون اقل now let's answer questions about the text يلا يمداني قوكي اسئلة على التكست او على الباسج اول سؤال the main idea of the passage is كالعادة اقول لك الفكرة الرئيسية ايه الفكرة الرئيسية الفكرة coffee has become a great trade all over the world an argument about the effects of coffee on health female mustn't drink coffee at all people drink coffee more than tea طبعا تبقى letter b قطع عادة بتكلم تساعدها the good effects and the bad effects بتكلم على الآثار الجيدة والآثار السيئة للقهوة ودأونا ده فايدة اننا يما اقرأ كل بارغراف ابدأ اعمل له headline بيخليني افهم القطع بتكلم عن ايه اكتر number 24 according to that passage طبعا للقطعة drinking much coffee makes you لو انت شربت قهوة كتير ممكن يحصل لك ايه stay up late at night lazy to do any work bored and grampy do less exercise طبعا تبقى stay up late at night اوكي ده ايه على حسب القطع وهو ده ممكن يكون الآثار السيء لتناول القهوة كتير which of the following sentences can summarize the last paragraph last paragraph اللي كان بيكلم على الآثار الآثار الهيدلاينز اللي أنا عملتو للايه لالبراجراف الاخير اللي هو التلخيص او اللي عملتو للبراجراف الاخير ان الاهوة لا فويت كتير قوي على صحة الانسان because of the significance of coffee مهم في حيات الناس كثير من الدراسات تتكلم على الفوائد والأضرار الآثار giving birth to twins getting type 2 diabetes harvesting low yield of coffee طبعا ايب في طلب اكتر عن الاهوة increasing the demand for coffee ايب في طلب اكتر على القهوة according to the passage people who drink coffee طبعا للقطعة الناس اللي تشرب الاهوة cannot afford to buy it nowadays needing to be cautioned about its excessive effects live shorter lives are more energetic طبعا are more energetic لان احنا قلنا القهوة تعتبر مصدر سليع للطاقة على عكس الباليين القهوة بالنسبة للاطفال recommended harmful طبعا كلهم معناها انها مفيدة مع كلمة harmful يعني ضارة طبعا له بتكون ضارة للاطفال عكس الادة اللي هم البالغين after reading the passage بعد ما قلنا القطعة people would stop drinking coffee in the future طيب بعد ما قلنا القطعة ممكن نستنتج كلمة conclude نختم بإيه نستنتج بإيه يعني ايه اللي ممكن نستنتجه عن القطعة people would stop drinking coffee in the future it's healthy to drink more than three cups of coffee طبعا هي اخر واحدة من المنصوح بان انت تشرب القهوة بالنسبة للبالغين ولكن مش لحد الإدماء نشوف مع بعض اللي هو translation translation بيجيلي جملتين انجليزي اترجم عربي اختياري و جملتين عربي اترجم انجليزي برضو ايه اختياري طيب نبدأ كده بخلي بالك بالإيه الطريقة نحل بيه mass media nowadays are our main source of information about what's happening in the world the impression one gets from them about human nature is really exciting طيب اديل ايه الجمله الانجليزي او جملته الانجليزي اللي انا على اساس ما اترجم طيب ابدأ اشوف الجمل العربي و اشوف ايه المختلف فيهم وعلى هذا الاساس ابدأ ارجع العربي للانجليزي في هذه الآونة وسائل الاعلام هي مصدرنا الرئيسي المعلومات عما يحدث في العالم في هذه الآونة وسائل الاعلام هي مصدرنا الرئيسي للعلوم عما يحدث في العالم طبعا العلم دي تبقى غلط لان انا قلت ايه هي مصدرنا الرئيسي للمعلومات و ليست العلوم اذا كلمة العلم دي غلط يبقى جمنا دي ايه غلط خلاص في هذه الآونة وسائل الاعلام هي مصدرنا الثاني و طبعا لا هي مصدرنا الرئيس لان انا عندي هنا ايه مين من يعني ايه رئيس وليست ايه ثانوي وعندي احنا قلنا ايه معلومات وليست ايه علوم لاننا عندي كلمة ايه information يعني ايه معلومات في الوقت الحاضر كانت وسائل انا فيش عندي كانت كانت دماضي وانا عنديش كانت انا عندي بقول ايه R يعني ايه تكون اذا دلوقتي من غير ما كمل بقيت ايه ها بقيت الترجمة انا عندي تلت جمال غلط من الاربعة يبقى جملة صحة اللي عندي هي ايه هي طبعا لتر اي في هزي الاونة اوكي في هزي الاونة اه وسائل الاعلام هي مصدرنا رئيسي المعلومات عما يحدث في العالم فالانطباع الذي هنرى هو الفرض انعطيها البشرية مثير جدا تمام تمام يبقى دلوقتي عرفنا ازاي نشتغل وازاي نطلع ايه الجملة الغلط ناخد جزء جزء كده ابدأ بالعربي ابدأ بالانجليزي وابدأ طابل الاتنين مع بعض وابدأ اشوف الاختلاف ورجع الاختلاف في الجملة وعلى هذا الاساس نبدأ كده عربي ونشوفكم المختلفة الرجع للترجمة بتاعنا كلنا نواجه مشكلات في حياتنا هي هي نفسكم لافيش فيها اي افتلاع ومع ذلك تعلمنا تلك الصعوبات ومع ذلك تعلمنا هي ترى علمتنا ولا تعلمنا هي علمتنا معنى هي تعلم وليس تعلم يبقى طبعا انا عندي هنا هوات اي حاجة فيها تعلمنا لا هي علمتنا وليس تعلمنا اوكي تعلمنا اه تعلمنا معنى ليرن انما ها علم ان هو ايه ان هي تيتش متعلم اوكي تمام يبقى تعلمنا ايه غلط من غير ما كمل بقية الايه الترجمة على طول اعرف ان ايه من غير ما كمل الترجمة خلاص اعرف ان اي لأن جملة A غلط فيها أخطاء وB فيها أخطاء وD فيها أي أخطاء عندما كنت صغيرا أعتدت أن أستمع إلى أمي وهي توصيني بقول الصدق والتسام والاحترام الكبير وهذه القيم ساعدتني كثيرا في حياتي نأخذ جمل كده نقرأ انجليز الأول ونشوف إيه المختلف جزء جزء ونمختلف الرجال العربي عندما كنت أتصاد للحشف صغيرا عندما كنت صغير أعتدت أن أتصاد أمي عندما كنت أتصاد أمي أعتدت أن أتصاد أمي نفس الكلام لم يكن فيها أي مشاكل لكل بشكل بعض أما قالت بتصلي أو بتنصحني نبدو نقول لحقيقة أول وحدة غلط كلمة تصلي يبقى قومنا كلها غلط تخلي بأن كلمة غلط يقومنا كلها بتطلع بار يبقى كلمة تصلي يقول كلمة تصلي إن كلمة تصلي نكامل كده الصدق والتسامح واحترام الكبير Be Tolerant and Respect Elderly تمام Be Tolerance لا يمكن أن أقول Be Tolerance لأن Tolerance هذا معناه التسامح وفي فرق أن B يجب أن يأتي بعدها صفة وليس اسم أن أكون متسامحا وليس التسامح دعوني بالله قول الصدق والتسامح بي هنا لا يمكن أن يأتي وراء أي أحيانا لا يمكن أن يأتي معنا لأن هناك تركيبات انجليزية ولا يمكن أن يأتي مع العربي عندما أقول B يجب أن يأتي بعدها صفة وليس اسم ويجب أن أكون A متسامح عندما أقول B A Tolerance سأأتي بعدها B و A و C بر طبعا جملة C لم أعدت رجاحة آخر لأن فاكل ما غلط يجب أن تأتي وليس رجاحة And B Tolerant and Respect Elderly الآن الصراع بين letter A و letter D نكمل حد آخر وهذه القيم ساعدتني كثيرا في حياتي These values hindered me a lot in my life Hinder D طبعا غلط يعني منعتني وليس ساعدتني يبقى letter A غلط يبقى تبقى عندي طبعا letter A يبقى letter D هي الوحيدة اللي صح نشوف كما مع بعض When I was young I used to listen to my mother When advising me to tell the truth Be tolerant and respect elderly These values helped me a lot in my life يعني هذه القيم ساعدتني كثيرا في حياتي نشوف الترجمة اللي بعدها هل يجب علينا طوال الوقت هل يجب علينا العمل طوال الوقت دون راحة في الواقع لا يمكننا الاستمرار في العمل لتوقف من حل آخر لتجديد نشاطنا وزيادة التركيز نشوف كده العربي اللي عندنا Should we work all the time Should we work all the time البداية كلها اي صح Without having rest Without having rest Without having rest طبعا have هنا تبقى غلط اي بقى برا لا يمكننا الاستمرار نكمل الجملة In fact we cannot go on working without نفس الكلام Go on working Go on working نعم اخر واحدة Go to work لا هي مش Go to work هي Go on working طبعا هي كده كده غلط في المفوض ان انا اصلا ما بصلها لان الجملة اللي بطلع فيها كل ما غلط خلاص هي برا اتفاقنا يبقى برضو الثلاث جملة دول لسه صح لا يوجد شيء في يوم طلعت برا stopping from time to time for refreshing stepping طبعا لا انا اقول ان احنا ضقف عن العمل انما stepping لا طبعا stepping ده معنى ثاني بقى دي جملة A رقم B A letter B برا تمام طيب شوف كده letter C stopping from time to time for طبعا طبعا اي بقى انا عندي A و C فضلين بس ما بصش خالص للا B و للا D ان الاثنين برا خلاص for refreshing and increasing طبعا ده letter A طبعا وانا اللي معنى لسه معنى letter C for refreshing and increase طبعا فاش اقول increase لان انا اعطف الكلمة الكلمة هنا انا اعطفها على ايه على اسم وليس ايه وليس فاعل فاما اقول for for حرف غريق ورا ايه اسم ويمبيش ورا ايه verb for refreshing and increasing ف increasing دي معطوفة على كلمة refreshing فنفعش اجب نون اوكي واجب بعدها A بيبقى letter C برا بقى اللي جابة الصح اللي عندي هي letter A نخلي بالنها يا شباب من الطريق اللي نعمل بها عشان نطلع الجملة الصحيحة بعد كده في عندي great expectation ونخلي بالنها من great expectation اللي هي قصة امال عظيمة واحنا عاملين الحمد لله نعملين حاجة اسمها خلاصة الخلاصة كده فيديو في خمسة وثلاثين سؤال دول خلاصة ان شاء الله هل يجملهم من امتحان الخاص ب great expectation وهي قصة امال عظيمة وعملين ال pdf معهم موجود في سندوق الوصف الخاص بالفيديو طب نشوفي السؤال كده with great expectations the evil side of human nature is clearly represented in Orlik and Compson illustrate mentioning one point for each character Orlik was jealous of باب orlik كان طبعا غيور من باب so he tried to kill باب حاول نوية الباب but he was saved by his friend herbert بس طبعا صاحبه Herbert كان انقصه Compson was a criminal طبعا كم مجرم who deceived Miss Havisham خدع Miss Havisham when he took her money اما اخذ فلوسها and ran away وهرب بها on their wedding day يوم حفل طبعا سبب لا في ايه or psychological problems يعني مشاكل ايه نفسية Betty was a girl of principles طبعا احنا قلنا بيدي هي فتاة المبادئ وضح discuss with the two examples هنددو مع باب و جو مع باب ومع ميس ايه ومع ميس جو يعني هي كانت فتاة مبادئ she was kind and helpful كانت عطوفة وكانت هلبفول مساعدة سواء مع باب او كي او سماء او سواء مع ميس جو اللي هي ايه اه مادام جو او مرات ايه جو لما هي هيت اه باي اورلك لما ضربت عن طريق اورلك وكانت طبعا كانت ايه اصبحت disabled يعني كانت مواقع كانت تهيل ايه يعني كانت بتدير ايه البيت كله وطبعا حتى بعد ما باب انتقل اه تو لندن وبقى جنتلمان وكان الشامل انه هو انه هو ايه ابي الواحدة زي بيدي اللي انها برضو كانت 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 يعني ايه كتاطوفة ايه كده احنا نكون خلصنا ايه اه اول امتحان اللي هو الامتحان او معنى اخر احدث امتحان وامتحان الدول التاري بتاع سنة 2023 وان شاء الله الفيديو الجاي هناخد امتحان الدول الاول لسنة 2023 بتاع العام الماضي السنة اللي ايه اللي فاتت اشتركوا في القناة